اعتني بالارض وستعتني بك. السلام عليكم اصدقائي ونكمل اليوم بالوحدة اللي بعدها عفوا الجزء الثاني من الوحدة الرابعة في عندي السؤال الثالث يعني اجب عن هذه الاسئلة بافكارك الخاصة او باجاباتك الخاصة مستخدما اه تعالى توضيح او كلمات توضيحية او عبارات. ها سبيل متال انا راحل السؤال بي. why do some countries need more agriculture land? طيبا هاي هذا السؤال هلا كيفيني اجاب على هذا السؤال مباشرة اعمل حدث لها كلمة السؤال والفعل المساعد. why do? بابلش. الجواب بابلش من هون. some countries need more agriculture land. تمام? هادا الجملة. شو السبب؟ ببنقول تو. تو feed their growing populations. يعني لاطعام الكثافة السبكانية المتزايدة. هذا هو الجواب. احليت لكم اياه وحطيته. طبعا انا حليت بس واحد. والباقي فيكم تحلوه. بس عبارة انك تحدث اه كلمة السؤال. الاستفهام. والفعل المساعد وتكمل من بعد الكلام هذا. تمام? وتحط السببية اللي هي مسلا. تو. تو كزا. مسلا. تو ميك. in order to. تمام? السؤال اللي بعده. which words or phrases in these sentences from the article on page 35 link and action with the result. يعني عمل لك بهي الجمل بهي الجمل هدول كلهم في عندك الحدث والنتيجة. الحدث والنتيجة طبعا موجودين اه بالارتكل النص اللي موجود بالصفحة خمسة وتلاتين. هلا الا اول جملة اللي هي the top lawyer of the soil is destroyed. يعني الطبقة العليا من اه التربة مدمرة. so that لذلك طبعا هي اول شيء الحدث هو اه destroyed مدمرة. النتيجة so that لذلك the land can no longer be used for growing crops. يعني الارض لا يمكن ان تستخدم لانباد المحاصيل. هي الجملة موجودة بالنص في صفحة خمسة وتلاتين. صفحة انك تحدد الحدث والنتيجة. تمام? اللي بعدها the activities of human beings are often. often. هي تلفق often. مو often. طبعا اه يعني ما بتلفظ او اذا تلفظ ما بتلفظ يعني او ما بين سمق. الصوب تبعها. نشاطات اه البشرية غالبا افن the real cause of desertification. يعني هي اه هي سبب التصحة. نشاطات البشرية هي اه هي السبب الحقيقي للتصحة. طبعا كيف هاي في ناس تبني في ناس اه 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 يعني بتعمل اشياء ما بين الحقيقة. طيب. اللي بعدها. tend to over cultivate the land. يعني المزارعين يميلون لآآآآآآآآآآآ لحراثة ارضهم with the result that. النتيجة يعني النتيجة with the result that the soil become poor and unproductive. يعني غير منتجة. نتيجة تلك لانه من المزارعين بيعملوا هيك بالارض بيغلبوها قلب. النتيجة انه التربق تصبح فقيرة وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآءآآآآآآآ بيجيك جمع كلمات مقودة أحيانا بيجيك جمع بحط لك بين قوسين كلمة هذا يقود إلى ضغط عظيم على الأرض هذا يؤدي إلى ضغط عظيم على الأرض يعني المصدر الغني أو المصدر المهم في الأرض وهو الماء هذا يؤدي إلى طبعا شوء إلى في جملة قبلها هي اللي بتوصل من معنا complete these sentences with your own ideas كم من الجمال بأفتحك الخاصة من عندك أمين أي شي بيطلع معك بانوني discuss أمينك discuss one of these two environmental problems in the groups describe the problem and talk about the results ناقش مشاكل الطبيعية في مجموعة طبعا أنت وأصدقاء ووحكي عن أحد المواضيع طبعا هم flooding هي الفيضانات caused by rising sea levels هالكلمات هاي أنه تستخدمها؟ أفضل الكلمات هاي تستخدمها ضمن نقاش ضمن مجموعتين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية هلا شو فينا نقول مثلا flooding can destroy homes تمام؟ الفيضانات ممكن أن تدمر homes المنازل shops المحلات التجارية factories المصانع farmland الأرض الزراعية and the road system ونظام الطرق وكذا depending on how how severe it is يعني يعتمد ذلك على مدى يعني قوتها أو صعوبتها خلينا نقول flooding may be caused by rising sea level الفيضانات ممكن أن تسبب بارتفاع مستوى البحر or by southern storms storm عواصف 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 فجائية precaution against flooding طبعا هاي الصورة يعني واضح عليها أنه أه 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 بس المهم يعني هو نقاش بينك وبين أصدقائك أبتحكم شو ممكن يعمل تعمل الفيضانات شو ممكن يتسبب وهكذا يعني الآن describing photographs وصف الصور هذا بالامتحان ما بيجي وصف الصور هون تشتغل أنت وصديقك مثلا ضمن مجموعة هون بدك توصف الصور حدول مثلا يعني باعتبار أنه هاي الوحدة الرابعة كله أنك تحكم وتحكم ويرتمد فحبيت أحكي عن هاي الصورة رقم الثلاثة خلينا نكبرها شوي اوكي هلأ شو شايفين شايفين فيضان شايفين سيارتين مغطئين هون تمام وشايفين نص البيت مانو مبين هلأ شو ممكن نحكي ممكن نحكي طبعا كتبت بني هون اه شو ستو كارس يعني اه يظهر سيارتين مغطئ 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 بشكل اه يعني كيف واحد ممكن ترجمها المهم مغطئ نصحة في الماء المغطئ المغطئ و النوافذ كيف يبعون فلما مغطئ 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 فقط ظاهرين يعني مبينين مغطئ بدان مغطئ الماء أو الفيضانات اللي ضاعر للصورة. يعني الحقيقي والله ما ضاعش بدي يحكي بس يعني بعض الشغلات انه بده شغل بده شغل بالصف يعني يكون الصف مع الطلاب مع الاستاذه هيك مشتور ما اضاعه. واحد الشي. ولا بحياتي يصبح. المهم. هلا ما نشوفي عندي عندي كتابة ايميل. يعني هادا شخص كاتل ايميل ولازم نكتب يعني ايميل ثاني بنحكي فيه عن اه وين هاي السؤال اوكي ايميل بنحكي عنه عن المي وعن مخزون المي والاختراحات وترشيد الماء وهكذا. هي كيف بتكتب موضوع وهيك اه بيكون خلصنا اللحظة الرغبة ما كان فيها كثير كلمات فيها كلمات لكن بده شغل الاستاذ معطلال ورمضان كريم والسلام عليكم.